نرجع من كافي مشاهدينا برنامج الجسر وننتقل مرة جديدة كمان مع مصطفى مصطفى أهلا بكم تاني تعالوا نتفرج مع بعض على كليب لذيذ ومضحك ومن برنامج ما في مثله من على الام تي في تعالوا نتفرج مع بعض يضا انو أخيرا قبلت تشربة فنجين قهوي معي عنجاد عزبتيني كتير حتى قبلت عنو بتتعشبيني من زمان حب تعرف عليك ما تخجلني عادل انو انت كمان بتعجبني بس انو بتعرف انو انا بنت بيت وباية بيعرف شو مربا ايه مفيش حاجة خلص خلص مش حلو الواحد زيحك عن حاله يعني معليليك باتي ياهي كتير بحب حدا يغنج لي باتي باتي بدي اطلب منيك طلب هلا انا رح انا رح قلك ياها انتي انا عارف ما رح تقبلي بس انو بقلت بجرب بصراحة اصحابي بلولي انو بركي هالويكند كنا نطلع كنا نسوع مش حاله على فريه كوبليت وهيكي فانا اعتزرت منهم وهيكي فقلت انا بركي ما انو هايك مطعات تعرفنا ع بعض وهيكي متحرف ع بعضنا اكتر بركي تطلع معي فريه فاشورا ايه ايه لاحزة لحزة لا تتقسف ولد هاي ده انو ايه منطلع فريه ايه انجاب تطلع انو اكيد يعني انو نطلع فريه بس مايروح رأسك لها بعيد لا بيعرف شمربة لا اكيد نحنا بس طلعا هايك عربي ما فيه بس هلا يمكن تصير فيه مشكل صغير ما بعف لأنه ما بعف إسفين الحلة لأنه فوق فيه عشا و هيك وفيه بنان شربين بيد بتاع في شمينة و هيك وفق رجع بالليل منين فوق منين فوق أفينة قبل ما ننزل أكسيدان وم أكسيدان و هيك ما تنسى ما يروح رأسك لبعيد لأ اكيد أنا بيعرف شمربة ايه بعرف أين اكيد لا بس هل إذا أنا نمنا فوق هلأ هو فينا نمنا فوق بس المشكلة وين إنه الشباب حاجزين كل واحد شلال و الشلال الحاجزين دي هي أودة وفيها تاخت واحد واحد أنا انا و إياك بنفس القودة أه أنا؟ أنا انا و إياك بنفس القودة عادي أه ما أنا ميروح رأسك لبعيد لا بيعرف شمربة أكيد لا أكيد أكيد. لا، لا أعرف. لا أعرف. أقول لك بكرة نبيض وأشمينين، فلن أعبري إلى أسلحة. لن أعرف نمى تيالي، أعرف أن تتشلح. نعم؟ أنا وأنا أشلح ونم. لا أحب نم بتجيبه. أتحدث جاهل. فأنا أرى أنت تتشلح وتتنم وأنا أشلح وتتنم. كل أحد يكون أعمالي. لا يذهب إلى أسلحة. لا. عزيزي المشاهد. ما يروح راسك لبعيد وعايز أفكركم برضه أن عندنا المسابقة على الفيسبوك فاضل حوالي نص ساعة الحقه ادخلوا المسابقة لو كنتوا تفرجتوا على المسرحية على البرنامج أو تفرجتوا عليها على صفحة الفيسبوك بتاعتنا The Bridge ART لسه قدامكم نص ساعة تدخلوا على المسابقة وتكسبوا هداية من الART ويلا بقى نروح نشوف الفقرة الجاية وشوفكم تاني شكرا شكرا مصطفى بس معرفنا بالآخر أنه راح راسك لبعيد شو صار ولا كل ضيف جديد معي بستوديو معنا المخرج المصري الأمريكي شريف صادق مساء الخير شريف أهلا مساء حضرتك ديركتور وموجود الليلة معنا تنحكي بالتحديد عن فيلم داكمنتوري وثائقي أخرجته من كوينز إلى كايرو كوينز نيويورك كوينز نيويورك خبرنا شوية في الثورة فده بقى واحد بيروح بعدها بسنة عشان يشوف إيه الأثار اللي ترتبت من الثورة وهو كنت بكاميرا شريف صادق أنت كنت عم بتصوير ويعني هيده نظرتك لإلك وشعورك لإلك اللي جسدته بالفيلم صح هو يعني أنا زي ما تقولي الشخصية اللي في الفيلم بس الفيلم دا لا يعبر عن رأي الشخصي فقط ولكن أراء الناس اللي زيه كتير قوي اللي كانوا في نفس اللي أنا كنت فيها فطبعا الفيلم من ماي بوينتوفيو أنا المخرج أنا الفيلميكر فأنا اللي بحكي الحكاية بس في ناس كتير قوي كان عندها نفس الأراء اللي كان عندي بالزبط خلينا نحن والمشاهدين شريف نشوف كليب تريلر للموفي مرسل 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 في عام 2012 مرسل أخذت أمي وعنة إلى كايرو لعنة نعم أنا في أنه تخير هو وهضع يعني أن لي أنه عندما جميع 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 ي帶ي در قائ Integral وأبل أمر أَن revel شريف الفيلم الوثائقي أول شيء وين فينا نحضره إذا المشاهدين بدوا يحضروا بدنا نحضروا وين فينا نلقيه كيف يمكننا أن نحضره؟ هو موجود في المنزل على ويبسايته اسمه citizen.tv فلو تدخلي على citizen.tv تعملي سرش على فرم كوينز تكايرو والفيلم موجود بالكامل وكمان فيه فيلم فاستبال مهارجان سينما في نيويورك في فبراير اسمه Winter Film Awards هيتعرض الفيلم في المهارجان ده لو الواحد يدخل على الفيسبوك بيج ويعمل سرش على فرم كوينز تكايرو حالي الفيسبوك بيج لو يعملوا لايك يمكن يتابعوا كل أخبار الفيلم حزت على عديد جويز خبرنا على أي جويز حيزة فرم كوينز تكايرو أول جيزة كنكسبها كان بس دوكيمنتري في الكوينز وولد فيلم فاستبال مهارجان كوينز العالمي فدي طبعا كانت حاجة كويسة لأن كان أول فاستبال وكان اللوكل فاستبال بتاعنا فالفيلم اسمه فرم كوينز تكايرو فكانت تكايرو كوينز كوينز تكايرو الجيزة التانية اللي كسبها كان في مادريد مادريد انترناشنال فيلم فاستبال برضو حصل على بس دوكيمنتري في 2013 وبرضو كمان سيدزن نوت تي في دونا جيزة بس دوكيمنتري في أكتوبر 2013 فكسب التالك فاستبال للبشاهدين اللي ما بيعرفوا انه انت مضبوط يعني دايركتور وعملت هالفيلم الوثائقي من مصر ولكن يور بيست ان ان امريكا ان نيويورك وعندك يعني شغل مع بيج موفي مكترز كونك مخرج ولكن تشتغل بالسينما الامريكي شو رأيك بالسينما المصرية يلي بفترة من الفترات شهدت انحدار ولكن عم نرجع منشوف هلأ صعود مبشر بسينما كيف بتقيم او بتشخص حالة السينما المصرية السينما المصرية طبعا دلوقتي زي ما حاجت بتقولي كان فيه نوع من الرينيسانس ابتدت الناس انها تكبر شوية ودي حاجة مهمة طبعا جدا في صناعة السينما اللي كان حصل في التمانينات والتسعينات كان ازمات الاقتصادية اثرت على البودجت بتاع الفن الفن اول حاجة او اقل يعني اقل برايوريتي للأسف يعني للأسف لما يكون فيه ازمات اقتصادية الفن اول حاجة بتروح فدلوقتي فيه يوتيوب وفيه فيميو وفيه انترنت وفيه ساتلائت شانلز فالكمبيتشن عالي اوي بالنسبة للمشاهد العربي عامة والمصري خاصة فاضطرت الصناعة السينما في العالم العربي وفي مصر انها تكمبيت مع بقية الدول اللي في العالم دلوقتي المتفرج ممكن يتفرج على افلام باي لوه هو عايزها فلو صناعة السينما في مصر عايزين يريتين المشاهد لازم يعملوا افلام تعجب المشاهد في الثمانيات وتسعينات ما كانش فيه انترنت ما كانش فيه يوتيوب فكان المشاهد بيتفرج على الفيلم اللي بينزل وكان بيعجيب اللي ما كانش عنده اختيار تاني بالعودة لـ From Queens to Cairo شريف شو الفرق اللي حسيتوا بالثورة المصرية كمشاهد للثورة عايش بأميركا وشخص عاش الثورة ونزل على مصر وشايفها بالأرض الوقع الفيلم لما تعرض في مصر طبعا كان جالي اسئلة كتير جدا معظمها كانوا شايفين ان فيه اجزاء كتير اقو في الفيلم that was too basic يعني المعلومات اللي كان بتتقدم في الفيلم كانت حاجات basic جدا فالفرق ان لما تكون واحد يكون واحد عاش الحدث نفسه ما بيعرفش يعمل detachment للحدث ويبص عليه من من منظومة more objective فهو ده الفرق ما بين واحد شافت الثورة على التلفزيون أو على الانترنت واحد عاشها في المدان نفسه كل واحد له رأي مختلف واحد يبص على الموضوع من جواه والتاني يبص على الموضوع من بره المهم ان يحصل يكون فيه تكافو ما بين الوجهات النظر دي بحيث ان احنا نعرف نتقدم الأمام خليني ام جوجرينج شوي صغيري ما بين كوينز من كوينز لكايرو ما بين المخرج كنصيحتك او رؤية للأفلام المصرية الافكار اللي ممكن تنعمل وما نعمل اتلاها هلأ شو هي؟ انا نفسي اتفرج على فيلم بالدور احداثه في مصر في المستقبل سنة الفين وخمسين الفين خمسة وسبعين سنة تلات تلاف مية او حداشر اهم حاجة ان احنا نبص القدام احنا كل افلام اللي بنتفرج عليها سواء في مصر او افلام عربي دايما بتبص على الماضي سواء الفترة الاسلامية او العثمانية مثلا او الفرانة وهكذا بس نفسي مرة احنا نتفرج على فيلم تدور احداثه في المستقبل عشان عايزين ندي ناس الناس هوب للمستقبل ان يكون في مستقبل احسن وان مصر والعالم العربي في المستقبل تكون حاجة الناس بتطير فيها او بتركب عربيات بتطير او هكذا زي ما بنشوف في الافلام الامريكية دايما افلامهم لو الواحد راح سينما دلوقتي هشوف انتها تربعة الافلام تتكلم على المستقبل سواء روبوت سواء حاجات بتطير او سواء الناس عايشوا على الامر عطول في فيه 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 للمستقبل وبالفعل من نحضر مثلا افلام من عشر سنوات بتتحقق بعض الرؤية او قيت منقول واو هيدا الموفي زكرة فاذا عطول فيه ترقب قبل ما ننهي شريف صادق طبعا لان الوقت عم بيدهمنا شو اعملك المستقبلية يعني طبعا بالنسبة الواحد مخرج سينما انا بحب احكي حكايات وبحب اعمل افلام فنفسي طبعا انا افضل اكمل اعمل افلام ما فيش حاجة معينة عايز اعملها انا عندي الف فكرة وفكرة عندي الف فيلم وفيلم احب اعملو فنحن نحتاج وقت اكتر شوية عشان نتكلم على الافكار دي شريف صادق شكرا كتير على وجودك فرام كوينز توكايرو جسدت في ثورة عربية تاريخ طبعا رح يذكرها الى اجيل واجيل قادمة ورح يكون هالثورة مثال للاجيل العربية القادمة على امل انه تبكرة بالمستقبل تجسد حالة الديمقراطية المصرية العربية بفيلم وثائقي كمان يتعز منه التاريخ شكرا على وجودك معنا مشاهدينا بريك اعلاني ومن كفي ما تبقى من برنامج The Bridge اشتركوا في القناة